بقضيتي أنا الشخصية صادفت أنه الطرف الآخر يعني الوالد هو ديبلوماسي سفير يعني عنده مركز اجتماعي خليني أقول سياسي معنى عنا نحنا ما فيك تفصلي يعني اجتماعي سياسي سفير مني مقسمين بالعرف فلان تابع لفلان تابع لفلان فالمهم لما سقفتنا عادية الحضانة كتير منيح نحنا تحت القضاء وتحت الانون والشرع بعدني أنا يعني عم بيخد نفس أنه بدي حط محامي بدي طبعا حارب كرمال ولادي بيظرف يعني أيام بدون مبالغة بوقت كورونا هايدي صيفية الماضية بوقت التفجير اللي صار بيقاب يعني بوقت كورونا بوقت البلد عم ينهار بوقت المحاكمة مسكرة ما حدا عم بيروح وإذ طبعا بسحر ساحر لأنه الطرف الثاني هو مسافر طبعا ما أنه موجود أصلا بالبلد يعني يعني السلطة عبر البحار بالتليفون قالوا حاصلوا اللي بتدوي عليه أنه أنا بيظرف عشرة أيام بدون مالقاضي حتى أنا لهلا ما بعرفه لبعت وراي لبعت ورا الولاد ولا شي بيظرف أيام بيطلع حكم 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 ما صار في جلسة ما صار في ولا شي حكم هون الكارسة الحكم تخيلي الحكم حق الحضانة للأب الوالد ذو الشأنية المرموقة هيدا مكتوب بمثل حكم من قاضي شرع كاتب بخط إيده لأن الوالد ذو شأنية مرموقة بيعطي حكم بحضانة لأله مع تشريع السفر هيدا بعد أخطر ترجمة نانسي قنقر